الكعوب ونعال الحمراء الفاخرة التي اجتهرت بها تصاميم كريستيان لوبوتان تصل إلى الحدود القبلية في باكستان منشور على موقع لوبوتان في إنستجرام أعلن فيه إطلاق الحذاء عمرون أشعل حرباً على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان الحذاء أو الصندل المفتوح اللامع مكتمل بالأزرار المعدنية ببقع من اللون البرتقالي والفضي مستوحى من أحذية شابال التقليدية في باكستان فكرة الدفع بسبب العلامة التجارية أو البراند أثارت صخرية الكثيرين فغالباً ما تباع أحذية لوبوتان بأكثر من 500 دولار فيما تكلف أقل من 6 دولارات في باكستان من المؤكد أننا فوجئنا بهذا الثمن الباهظ فقد يتحمله الناس هناك ولكن الناس في باكستان لا يستطيعون شراءه لا لن يفعلوا ذلك لأنه ليس أصلياً والسعر المرتفع للغاية واتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العلامة التجارية بالاستلاء الثقافي وهو مضطر مصمم الأحذية كريستيان لوبوتان لإزالة إعلان إنستجرام معبراً عن أسفه لأن بعض الناس شعروا بالإهانة فالحذاء بالنسبة له هو تعبير عن حبه لثقافات مختلفة ولكن عشاق الصندل التقليدي أقل اقتناعاً بسلوك لوبوتان وبعيداً عن متاجر الأحذية في باريس استقبل أصانع شابال ومرتدوه وصول عمران بالاعتزاز والسعادة فبعد أن كانت شعبية الصندل في انخفاض منذ سنوات فإنها ستعود اليوم لتنتشر في جميع أنحاء العالم لميس براهيم العربية شكراً للمشاهدة